موسيقى 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 السلام عليكم مهرين فيكم في فيديو جديد اليوم سنتحدث معكم عن اليوس الجديد او البيت اللي نزلت الا وهي مثل ما نشوف هنا اليوس tier 10.4 النسخة الجربية الخامسة معناها للمطورين ما نزلت للعام ما حين راح تنزل للعام راح نتكلم معنا بناية الفيديو كبداية الميزات الجريدة في النسخة للاسف ما في اي ميزة او يعتبر شي حلو ان خلاص يعني خلصوا كل شيء والنسخة يعتبر كامل اصلا حين لكن يعدهم فيها لو كان في مشاكل فكبداية نروح عام نروح حاول نشوف البلت نمبر هنا فلو نشوف البلت نمبر الغديم اللي كان موجود في النسخة التجريبية الرابعة كان 17A5249A يعتبر الصلاة النسخة الرابعة اللي نزلت كانت يعني يعتبر هذا النهاية لان من ما نعرف حرف الA ذا كان في النهاية يعتبر ان خلاص قربنا النسخة اللي تنزل للكل كل ما يتأخر رقم مثلا بي او جي فيعتبر في مشاكل والنسخة مش مستقرة لكن وصلنا A يعتبر نسخة خاصة كاملة فابل برضو اذا دام هذا كامل وما فيها اي مشاكل ابل نزلت نسخة جديدة وسمت تبردو A ما في فرق لكن البلت نمبر تغير حين صار 17A5255A لو نشوف في المودم فرموير الجديدة اللي حين عندنا 10528 القديم في النسخة التجربية الرابعة اللي قبل هذه برضو ما تغير ما في تغير فيعتبر اصلا مودم ممتاز وما في اي مشاكل حق الناس يعني ما حد لاحظ اي مشاكل في النسخة التجربية الرابعة فابل بما ان ما جاه اي مشاكل او الناس كلموها في برنامج الفيدباك برنامج الفيدباك ما ينزل الا الى الاشخاص اللي عندهم النسخة التجربية مثل ما نشوف هنا عشان ابل تعدلها فمعتبر كويص لكن ابل توقع نجاح مشاكل من اشخاص عندهم مشاكل تاني يعني فسمعت في مشاكل بعض الشخاص الرصائيل عندهم يتسوي كراش بالطلاع فهذا بسبب يمكن نزل ابل نسخة تجربية الخامسة اللي هنزلت حين ومن برضو بعض من الاشخاص يقولون اندهم مشاكل في الميوزيك في النسخة التجربية الرابعة ابل يمكن نعدلتها حين بعض الاشخاص برضو عندهم مشاكل في الندفكيشن تجادة المشعارات يقول لك ما توصلهم لشعارات أصلا يعني يجي بس ما يرن عنده جواله فلازم يفتح جوالي شيك يشوف شعار موجود فيمكن أبل عبدالله المشكلة هنا يعني كأوفر أول ما في تعديل جديد أو تنميزة جديدة في النسخة الخامسة من الرابعة للخامسة لكن في تحسينات لكن لو يستيرتين بوينت فور في ميزات انزلت في ميزة لو متكلم عنها ألا وهي الكاركي وتكلمت عنها برضو من زمان فما يعرف الكاركي أن أبل ستسمح للمطورين أو أصحاب الشركات السيارات يستخدمون الجوال لفتح السيارة فخلاص تفتح سيارتك بالجوال حقك أو بساعة تابل برضو فحركة حلوة أفضل منك يكون عندك مفتاح وبرضو تقدر مثلا مثلا واحد من الشواب ياخد السيارة تقدر ترسل الكاركي على جواله مثلا تحدد مثلا فتح السيارة مثلا مرة واحدة فهو يجي لها الكاركي في جواله يفتح السيارة عنده فحركة حلوة برضو لكن هل نتوقع أن الميزة هذي راح تنزل للأيوس 13.4 نتمنى يمكننا بالبرضو تأجلها للأيوس 14 لكن جرسة تست عندها هين سوي حركة لنا فهذا الميزة يحتاج شوي قبل تتكلم عنها فهذا اللي نتوقع وهذا الأشياء كلها اللي نزلت أو هذه الميزات اللي تعديلات اللي موجودة في الأيوس أنا كبطارية كل الأشياء دي ما شفت أي مشاكل عندي في البطارية ما شفت فيها أي شيء لكن الكلام معكم داما نشوف مثلا لو نخش العددات نروح لبطارية عندي في الأيوس 13 أو الأيوس 13.4 النسخة تجيب الرابعة ممتاز عندي حالة البطارية ما فيها أي خلل لو نشوف مثلا من أمس كنت أستخدم النسخة هذي اللي هي 13.4 استخدمتها كيوم كامل ما شفت أي مشاكل يعني استخدمتها يوم كامل مثلا ما نشوف 5 ساعات و 14 دقيقة على screen on مفتوح الجهاز يعني قد نستخدمها وإذا كان نطفي على sleep ساعتين تقريبا يعني فممتاز وبرضو يعني 5 ساعات و 14 دقيقة أو ساعة و 49 دقيقة وبرضو يعني تو تحت 80 واصل مثلا ما نشوف فstill باقي في بطارية يعني تحت 80 بشوي يعني أقدر استخدم برضو يوم ثاني مثلا ما نشوف لكن اليوم مثلا ما نشوف استخدمتها بس 4 ساعات أو 5 ساعات مثلا ما نشوف وساعة و 16 دقيقة screen off time مثلا ما نشوف حين على طول طلعت لي الباتري ليش لأن في ذا النسخة اللي هو اليوم نزلت النسخة التجريبية فجهاز استهلك كثير وبرضو وصوت لكم pink crunch والon 2 فالأشياء هذه تحمل ثقل على الجهاز فهذا اللي يأثر على الجهاز ويخلص بسرعة يخلص برضو وسخد الجهاز عندي فالأيام الطبيعية مثلا ما نشوف استخدامي الطبيعي في السكرينون تايم مثلا ما نشوف 8 ساعات جلست هنا والسكرينوف تايم 14 دقيقة استخدمت الجهاز يلي مثلا ما نشوف تحت 80 لكن فيه يعني شحنت فيه الجهاز فمتاز البطارية ومتاز ما فيها أي مشاكل في النسخة التجريبية الرابعة النسخة التجريبية الخامس التي نازلة لما راح أقدر أغييمها حين لازم على الأقل اليوم أو يومين استخدمها عشان أقدر أغييمها والباتري هيلت بعض الأشخاص يقول لك مثلا حددت الجهاز ونزلت الباتري هيلتين الكباسيتي أو البرسنتج حق الباتري نزلت بعد التحديد هذا ما يعتبرنا مشكلة هذا الجهاز وقت التحديد هو يعيد مثل ما نقول حساب البطارية فجهازك مثلا معلق مثلا 100% فأورودي هو كاستخدام البطارية نزلت بقى إن البرسنتج هنا ما نزلت يوم حددت الجهاز الجهاز قاعد يشيك ويشوف الساعة وكل شي وكم الساعة البطارية فتنزل 99 فلا تخاف من الرقم كأداءه والرد يصلا نازل لكن أبل ما تخلي ينقص إلا بعد ما تحدث الجهاز أو شي لأن وقت تأتي الجهاز يوم يحسبها البطارية خلاصنا من ذلك فمثل ما قلت لكم ما في أي مشاكل كاستخدام طبيعي أو شي استخدمتها حيندي تقريبا يعني باقي ساعة ونص واخذ 12 ساعة من استخدام كنسة تجري بي الخامسة ما شكت أي مشاكل ما شكت أي شي الميوزيك شقال عندي ممتاز كل البرامج شقالين عندي ممتاز استخدمت الجهاز كدش يعني فتحت اليوتيوب واستخدمته في تويتر في برنامج اليوتيوب السيديو غصي على طلفاتحة كل برامج ممتازة برنامج الميو الرئيسي حق قبل أنا ما استخدمه لكن يقولون ممتازة حين فأفضل من النسخ الغديمة أنا بالنسبة لي ما استخدمت ولا فضلة لكن يقولون في ممتازة النسخ تجربية الثاني تغيبا من الثالثة كانت في مشاكل كثيرة فأبل حلتها هنا بالنسبة لي أنا النظامة حين جاهز لحق الاستخدام الطبيعي لكن ما أفضل أي شخص ينزل النسخ تجربية ينتظرون ينزل كامل فنتوقع نتوقع توقع النسبوع الجا يمكن ينزل أو أسبوع اللي بعد يمكن نسبوع اللي ينزل نسخة ثانية قبل تنتظر حين اليومين ثلاثة أيام تشوف هل في أشخاص يرسلون لهم مثلا في مشاكل فإذا أرسلوا لهم وقالوا لهم أنه في مشاكل بنسجي بي الخامس مثلا بعض الشخاص عندهم مشكلة في الشبكة لم يجب أن يكون عندي مشكلة أنا يمكن الشبكة تكون ممتازة عندي بسبب الجهاز نوع الجهاز يمكن الشخص عندهم 10S أو 10R يكون عندهم مشاكل فعلى حسب الجهاز وعلى حسب الشبكة التي تشبك عليها وعلى حسب اللقاء وعلى حسب ترتيب البرامج وكل هالأشي تسوي مشاكل فيمكن أنا ما تصير عندي مشاكل لكن غير تصير عنده مشاكل كذا يعني ممكن برامج بعض برامج تصير في مشاكل فحنا كنا نتوقع أن النسخة هذه ستنزل يوم مع مؤتمر أبل لكن حين إشعاد زادت أنه ممكن ما في مؤتمر لأبل هذا الشهر سابق وتقدر نشوه في الغناء عنوان الفيديو قبل ما راح يكون عندها متمر ل 31 فهذه كل الأشياء في الجهاز من ما قلت لكم النظام النظام ممتاز ما في أي خلل ما في أي شيء والشيء الوحيد البطارية ما قدر أتكلم عنها حين إلين ما أستخدمها يابعي لي يومين ثلاثة يوم وتكلم لكم عنها فلو نشوف هنا Geekbench نفتح نفتح Geekbench نشوف الهي قبل شمسوين التست ف بالترتيب هذا الخامسة الرابعة الثالثة الثانية الأولى فكترتيب نجي من الخامسة مثلا ما نشوف ما في فرق يعني 3338 أحين لكل النواة الغديم كان 3500 وكان نزول خفيف لكن ما في فرق اعتبر لأن أداء الجهاز نزلت ميزات كثيرة كثيرة تسطيحات خفيفة وما سيختلف في أداء الجهاز كانوا أو معالج هنا نشوف المتالز مثلا ما نشوف وين نبدأ هنا يعتبر ما في فرق 339 89 31 29 في غفزة خفيفة لكن برضو ما تأثر للغفزة ولا تقدر تحسب ها يعني لو نشوف الآن تو تو حق الألعاب أكثر الأشخاص اللي حبونا أو أكثر الأشخاص يابون للشي الحق العب PUBG والأشي أنا بالنسبة لي ما لعب PUBG فما أقدر أغييم لكم حتى نسخة الجريبية على PUBG كيف راح تكون لأن يعني بالمختصر أنا ما لعب فلو بنشوف يعتبر بالضبط ما في فرق بين النسخة الرابعة والخامسة ما عدلت شي مثل نشوف النسخة الخامسة هنا عندنا 50 76 41 النسخة الرابعة مثل ما نشوف هنا 50 71 18 فما يعتبر أي تغيير فأبل نزلت هذه بعض الأشخاص مثل ما قلت لكم عند مشاكل أبل الجرس تبي تعدل النسخة كاملة وتصير مضبوط عشا تنزل هل كل أسهل الفيديو فما في أي شي لا يوجد تعليق لا يوجد استخدمت الجهاز وفتحت صورت وفتحت كل شي فالجهاز بالنسبة لي ممتاز لا يوجد أي مشاكل لا يوجد أي شي فبس في نهاية الفيديو مثل ما قلت ومثل ما عبادتكم لا تنسون اشتراك في الغناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع بطريقاتكم تحت تهمني ولا تنسون أني فيضر دعاكم والسلام عليكم